اهلا بكم خلقة جديدة نهاردة فيديو ديد هنتكلم فيها عن عن الابراج وعن اهم نصايح وتوقعات الابراج لشهر فبراير 2021 طبعا بشكركم وكلك عشان بقلي فترة فعلا مقلة من الفيديوهات كان عندي شوية ظروف كده ما كنتش بعرف اطلع كتير يعني فبجد بشكركم من كل قلبي على كل الناس اللي بعتتلي تسأل علي ويطمنوا علي انا كويسة الحمد لله بس كان عندنا المشكلة في انترنت وكنت بجد مدايقة شوية فما بلاقيش وقت وعمر مطلع عيني طبعا كنا عايزة طيب النهاردة هنتكلم عن برج القوس وايه اهم النصايح والتحذيرات والتنبيهات لبرج القوس يحد يقول لي لشان انت تخيمت شوية ارجوكو يا جماعة والله مضادة بزعاني خلاص انا تخيمت يا جماعة ماشي طيب برج القوس اول حاجة عايزة احذركم منها لفترة الجاية هو ان انت تاخد بالك كويس يا برج القوس من ان انت تاخد اي خطوات عشوائية يعني بلاش اي حاجة عشوائية بلاش تبقى متهور في علاقاتك او في قراراتك وفي شغلك لان ممكن تبقى اكثر تهورا الفترة الجاية بقى عندك مين للتهور يعني مثلا ممكن تاخد خطوات كتير جدا من غير ما تفكر فيها يبقى عندك فحاولوا تقللوا شوية من التهور بتاعكو من الاندفاعية بتاعتكو انا عارفة ان برج القوس عاملين زي البيبز كده هما عندما بيحصل في دماغهم حاجة بيعملوها على طول هو زي الحمل شوية متهورين فبنوعهم ما يفكرش كويس قبلو ااخد قرار بيندفع بيختحم بيقوم دقائع فدي حاجة ممكن تأثر على حياتك جدا الفترة الجاية برج القوس فخلي بالك منها ممكن يكون عندك مشاكل عائلية يعني عندك مثلا شوية نقاشات حدة ما بينك ما بين اصدقائك ما بين اصدقائك ممكن يكون في مشاكل عائلية عندك حاول ان انت ايه تمنج الموضوع حاول ان انت تقلل يعني ما تدخلش في نقاشات حدة ما حدة من العيلة او على الاصدقاء لان ده ممكن يقدي ان انتو تخسروا بعض او تزعلوا من بعض او ما تتكلموش مع بعض يعني حاولوا ان انتو الحتة دي تتجانبوها شوية يعني بلاش بلاش نقاشات حدة بلاش امص في الديسكاشنز لاندي ممكن تزعل ناس كتير قوي منك يا برج القوس برج القوس يا جماعة لما يتعصب انا عايزة اديكم نصيحة لو لا بيها اقولها في كل فيديو هعملوك برج القوس عشان دي اي بي سيزة عملوه مع برج القوس لما القوس يتعصب ويتجنن كده سيبوه هو هيطلع 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 وهيكسر وهيصوت وهي وينفعل وهامل حاجاتكم بعد كده بينزل وبيهدأ اصلا يعني اي حد بتعامل مع برج القوس الفترة الجاية ولا ايه مثلا انت متضايق شوية منفعل شوية اه بتعصب بسرعة متهور مندفع بليس يعني ايه هو اللي يهدي الموقف هو اللي يمناج الموضوع بحيس ان الشخص ده يعني ما تخسرش الشخص ده طيب برج القوس كمان شايفة عندكم الفترة الجاية دي انا شايفة عندك روحانياتك هتعلى يعني ما بشجع اي حد من برج القوس يعني فعالوا قانون الجاسبة عندكم والتخاطر اللي انت هتفكر فيه هيحصل يا برج القوس يعني انت لو بتفكر في حاجة هتقدر تعملها وهتقدر ان انت توصل بها فعشان كده حاولوا ان انتوا تقضيتوا كده للباطن بتاعكم ان روحانياتكم او الحاسة السابسة بتاعتكم هتزيد ودي حاجة عايزة شجع برج القوس عليها ان انت اللي هتفكر فيه هيحصل ففكروا بطريقة ايجابية ففكروا بطريقة كويسة عشان تقدروا تمناج وتخصلوا على اللي انتوا عايزين كمان يا برج القوس شايفة عندكم الفترة الجاية شايفة عندكم الفترة الجاية يعني انت ممكن تكون متضايق شوية حاجات في العمل يعني في حاجات في الشغل مضايقك او ممكن تفكر تغير شغلك او تشتغل شغلانة جديدة او عندك فكرة جديدة عندكم تغيير في العمل تغيير في العمل يعني شايفة عندكم افكار عندكم ثراء في الافكار كويس جدا يعني ممكن يا برج القوس مسلا تفكر في فكرة جديدة في العمل لتدخل مشروع جديد انا بشجعكم عليها بس حاولوا تدرسوا الموضوع شوية متدخلوش برضو بعشوية ايه متدخلوش كده فجأة مرة واحدة يعني لو جات لك فكرة في العمل انا شايفة ان عندك افكار في العمل او حاجة نفسك تعملها حاجة فكرة جات في دماغك بس هو تغييرك فبورج القوس يعني لو انت عندك فكرة مشروع جديد او فكرة جديدة شايفة ان انت هتنجح فيها بس ادرسها كويس يعني قبل ما تدخل حاجة فكر بيها وادرسها كويش عشان تقدر تنجح فيها كمان شايفة بورج القوس انا شايفة ان الشهر ده ايجابي جدا بالعكس عندك نجاحات شايفة روحك حلوة شايفة مبسوط شايفة منطلق مع اصدقائك شايفة بتعرف على ناس جديدة شايفة عندك صدقات جديدة عندك افكار جديدة في حاجة انت كنت بتحبها بدأت تعملها مثلا عندك هواية قديمة بدأت تستخدمها وبدأت تعملها شايفة شكلك حلو يعني هاتبان جذاب جدا بتهتم بشكلك ممكن تكونوا بتعملوا دايت مهتمين بجسمك ومهتمين بالفتنس بتاعتك ودي حاجة كويسة جدا انا بشوف بورج القوس من الابراجر دايما تري شيكا شاكلهم شيك ما بيظهرش عليهم سنهم بيهتموا قوي بقى نقطهم فانا شايفة ان انت سوبر مهتم بقى نقطك يا بورج القوس وعايس بانشيك قوي وحتى شايفة ستاب بورج القوس انتو عاملين دايت انا متأكدة او بتغيروا حاجة في ستيركم ممكن تغيروا لون شعركوا تغيروا لون الوان لبسكوا بس انا شايفة عندكو افكار كتير جدا جدا انتو بتفكروا تعملوها يعني او يعني ايه انتو عندكو طاق التغيير قوية انا شايفة ان هو شهر يعني التغيير وشايفة رجوع حد من الماضي عندك اما انت هترجع لهواية اما فيه شخص هيرجع لك من الماضي يا بورج القوس بس شايفة ان انت مش هتقبل هذا الرجوع يعني واضح ان فيه شخص ممكن يكون سابق بسبب طرف تالت او الشخص دا يعني انت بتقدبه دلوقتي بس انت عندك انتصارات يا بورج القوس يعني شايفة منتصر على حد كان ديه تحدي ما بينك وما بينه يعني لو فيه تحدي او منافسة ما بينك وبين شخص وكان تحدي قوي جدا وانت كنت خائف من التحدي دا شايفة قوس بينتصر او ان انت هتحقق انتصار قوي جدا جدا على الشخص دا وان انت مبسوط كمان من هذا الانتصار وفرحان يعني كمان يا بورك القوص شايفا ان انتو عندكم يعني عندكم زي ما قلت رجع شخص من الماضي بس انت هترفض الحب ده فيه شخص هيرجع لك ندمان من الماضي او شخص هيرجع لك تزلك بس انت مش هترجع معاه زي الاول اه ممكن تسامحه اه او ممكن تحس ان هو خلاص يعني انا نسيت الموضوع بس انا مش شايفة ان انت هتفكر ترجع معاه زي الاول شايفة ان انت ممكن تكون خرقت قررت الخروج من علاقة فيها طرف تالت يعني فترة دي زي ما تكون انت اكتشفت حاجة عن الشخص اللي انت كنت مرتبط به وقررت ان انت تخرج من العلاقة دي لان هي كانت علاقة مؤذية بالنسبالك او علاقة يعني علاقة مجهدة فشايف ان انت بتخرج من علاقة فيها طرف تالت من ناحية الشخص اللي انت كنت مرتبط به انا شايف الشخص ده يعني زي ما يكون برضو هو اختار الشخص التاني وسيبك او انت سبته انا شايفا من علاقة برج الطور العطفي القصري العطفية انت سبت حد خلاص وانت مقتنع ان هو خسرك او ان هو اللي مش انت شايف ان هو كان ممكن ان هو عاملك بطارية مش كويسة فشايفة برج القوس ان انت تخرج من العلاقة دي انا شايفة ان انت لأ انت مش الشخص ده هو فضل طرف تارت عليك او كان فيه طرف تارت في العلاقة دي وانت خرجت من العلاقة دي وبشجعك جدا جدا يا برج القوس برج القوس بالعكس شايفة عندك نجاحات كويسة شايفة عندك بترتقي بنفسك عندك طاقة حسد حاول شوية ان انت تقرأ أسكار الصباح والمساء حاول ان انت تقرأ معودتين حاول ان انت بتخرج من الطاقة بتاعة من طاقة يعني من طاقة ان انت ندمان على حد انت بعيدت عنه انا شايفة ان انت ممكن تكون زعلان على هذا الشخص او الشخص اللي رجع لك ممكن يؤثر راجع من الماضي ده ممكن يؤثر عليك بس انا شايفة ان انت هترفضه رفض تام لان الشخص ده جرحك او زعالك او اغضبك او ضيئك فانت شايف ان هو يولي يعني يمشي انا مش عايزه ولا عايز حاجة منه فخليك اكثر قوة انت شخص قوي جدا انا بحب برج القوس على فكرة برج بتحب الحياة القوي وشخص يعني انت مش بتقفها لحد فخلاص الشخص اللي رصب بكك منه انت جايلك فرص تانية جديدة جايلك حاجات جديدة انا بشجعكم على الهواية الجديدة اللي انت هتبدأ ان انت ممكن تحولها من هواية لعمل انا عايز اقولك ان انت هتنجح فيها جدا ممكن اكتر من عملك الحالي فجو ام يا برج القوس بحبكو جدا جدا قولولي القراءة دي بتتطفق معيك ولا لا قولولي تفرج عليها من فين قولي هل فعلا فترة اللي فاتت دي رجالك شخص ندمان لك من الماضي ولا لا وانت رفضت الشخص ده ولا لا يا برج القوس بيج هارت يا جماعة كمان عايز اقولكو ان انا قررت ان احنا هنعمل حاجة كده زي احنا هنعمل زي يعني تجديدات في القناة فاحنا هنبدأ اي حد حابب ان هو شارك في تجديدات القناة ووصل معايا عشان فيه ناس كتير قالولي احنا we are interested فانا الفترة دي هنعمل تجديدات قوي جدا جدا في التشانل هنعمل استوديو لانه في حد يحب ان هما يسابورت مي بليستي كونتك مي على الانستجرام تانكي وبحبوكو جدا جدا اشوفكو فيديو تاني بوي بوي مصرين